وصل لعبي من مدرسة رجاء العرائش لكرة القدم على مستوى غابة قسطة الوراء كلية متعددة التخصصات في مدينة العرائش كما تشاهدون الملعب الأرضية التي تسمى إجراء تشاهد عليها وهذه الحافلة التي تتمقلها من الملعب ترجمة نانسي قنقر وصلت على مدينة العرائش السيطاريق كاتوازن عاك اليوم العرائش أنفو على مستوى غابة قسطة الوراء كلية متعددة التخصصات إلا أن نقسم معكم المعاناة ديالكم وأشهد أول من العب الكثيرين فيه وهذه البصة الكثيرين فيها وكنشوف كما كتشاهد هاد جيكينا الوليناس كيلي بسعليهم يعني واحد الوضعية مش يحتل تماما كان خصي يكون لي بيستيار كان خصي يكون إذن شن ممكن تقلنا على هاد وضعية ديال ستارك تدر بسم الله الرحمن الرحيم أولاً كنشكره سي العبادي وكنشكره من خلال لاراش أنفو على التتبع ديال هالفيرق المحلية والمدارس الكراوية بيش يوقف على الظروف اللي كتششغل فيها كما سبق وقلتي الملعب هنا هذا الفضاء هذا واحد من الفضاءات أو من الخيارات اللي كانت تجؤوليها بعدما التغلق في الملعب البلدي بطبيعة الحال مكلفة ومن غير أنها مكلفة الدرجة الأولى فالإشكال الثاني كما قلتي أن الظروف الطبيعية اللي كان مروا بها في هاد الأشعور هذي شتال بردة إذا غير ذلك لا يوجد فضاءات فينين بسدريري ولكن الحمد لله في هاد النهار المشمس كما كتشوف الوليدات نحنا كنت تخدم بعض الفضاءات فينين يبدلوا عليهم قلت هذي واحدة من الخيارات عندنا خيار هنا على بعد يعني في خرج هذا العريش من بعد الروم بوين دياله تورد كين فضاء أخر كالتجؤوله كالتجؤول القاعة المغطات ولكن القاعة المغطات كتصرف بأن بريفي من غير أنها بريفي أنها المساحة ديالها ما كتسمحش للشتغال هذه كانت تجؤولي لف الظروف ديال بقص اللي كيكون شتاء ولا يكون الظروف ميمكن شتريني في الفضاء الغابوي أو اللف خارج ديال يعني فضاءات أخرى كالتجؤولة ولكن الخيار الأول طبيعة الحال عدنا هو الغابة كمتنفس طبيعي بالدرجة الأولى كنفضلوا أنه إحنا نتمرنوا في الغابة لو كانت الغابة مهيئة فيها ملاعب لنورم اللي ممكن نشغلوا فيهم كين فضاء يكون يعني مخام وترب ولكن يكون فضاء معدل استقبال الأطفال ومن بين هاء المشكلة ديال الغرفات التبديل الملاعب شبنا جبال الفرق الكبير يعني في الكبرى نحن عدنا مجموعة لأندفورق في مجموعة الفئات ومجموعة ذلك التي تتطلب الفرق الفتاة هنا لدينا الفرق الصغار فريق الفيتين فريق الشبان بالإضافة الفريق الكيبار ودينا الفرق المختلف الفرق الكاتاكيت والبراعي مؤقل من سبع سنوات ديال المدرسة وطبيعة الحال الفريق النيسوي هذو كاملين نحن ندبرو لهم الفضاءات ديال التدريب والفضاءات الدريب كاملة خارج المدينة بالتالي نستعنوه كماشي دباب بوسائل النقل بخصوصية اللي هي تاية مكلفة ديالها نعي ضروري كل أسبوع كي يدبلصوا معنا بترمس الساولة بعد ديال المرات بالإضافة لأننا كنستقبلوا المعاناة الكبيرة يستقبل المبارايات خارج المدينة ياما في القصر الكبير ياما في مدينة أصيلة لما كيزيد الرحق اليوم كنا حصات دريبية اليوم حصة تدريبية اليوم حصة تدريبية عدنا اليوم الأربع وعدنا غدى إن شاء الله الخميس وعدنا السبت والحد نخصصه للمبارايات الرسمية ولا كانت شي خارجات ولا شي احتفالات أخرى اللي تكون شكراً 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة